السلام عليكم شباب رجالكم في فيديو جديد وانما رأينا هذا الجهاز الاحبي هل يشوفو امامكم راح اتركوا الكوميديالة على الشاشة راح يظهر امامكم حاليا مشكلة هذا اللابتوب انه برقم سري على البيوز مثل ما شوفون فحتى ندخل على اعداد البيوز ونغير الاعدادات والنصبه نحتاج الى انه نرفع او نكسر او نزيل شفرة البيوز لهذا الجهاز طبعا في فيديو سابق تناولنا طريقة رفع الحماية او كسر شفرة البيوز او اجتياز شفرة البيوز عن طريق موقع البيوز بوغ وشرحنا هاي العملية بالتفصيل راح اترك لك الفيديو في اعلى الشاشة راح يظهر امامك حاليا راح نستخدم نفس الطريقة او نحاول نستخدم نفس الطريقة في كسر الحماية لهذا الجهاز الاحبي فاول خطوة راح نقوم بها انه ندخل رموز خطأ للجهاز حتى يظهر عندنا الكود التوليد بعد ما دخلنا الشفرة مع البيوز او الباسورد مع البيوز باكثر من مرة لأكثر من مرة ظهر عندنا هذا الكود اللي شوفو امامكم يبدي بحرف الاي راح نكتبع على ورقة وانقوم بتجربته مع موقع البيوز بوغ مثل ما شوفوون كتبت الشفرة مع البيوز راح اخذه واروح الى الموقع واجرب خليكم تابعين اي شباب حاليا دخلنا موقع البيوز بوغ مثل ما شوفوون امامكم حاليا عدنا مثل ما شوفوون بها الخانة الثانية ايج بي ان لوك اي زايدنا الثمانية ديجيت مثل ما شوفوون هذا الخيار هو خاص بالتعامل مع اللابتوب اللي شفتوه قبل شوية راح ندوز هنا ونسد هذا الاعلان ونجي ننزل تحت راح نشوف هنا عدنا مكان ليدخل الكود او الشفرة اللي من ثمن احرف مع احرف اي راح ندخلها بهذا المربع اي 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 دخلنا الشفرة ونقل لها send request وننتظر ثواني بدأ عملية توليد الكود مثل ما شوفون اربعة Всё الرة هذا الكود اللي تولد عدنا راح ناخذه ونجرب بي قصر شفرة البايس لهذا الجهاز فخليكم تابعين وبعد ما قمنا بتوليد كود فكل الـ tracks remind BIOS خلينا نقوم بإدخالها وإن تجربتها قدنا الكود مثل ما ظهر أمامكم 45 616 0 4 3 ومع لسف العملية فشلت ويانة بأجهزة HP ممكن يكون تنجح بجهاز آخر ولكن بهذا الجهاز فشلت مثل ما واضح أمامكم وبما أنه فشلت العملية فمضطرين نستخدم الطرق الاعتيادية في كسر حماية البايز أو إزالة شفرة البايز وهي عن طريق أنه ننتزع الماذربورد ونعيد برمجة شريحة البايز فخليكم متابعين بعد ما فوققنا اللابتوب مثل ما شوفون شريحة البايز هياتها قدامي فراح أقوم بانتزاع شريحة البايز كخطوة أولى أشريحة البايز أخوان نجي نخلي شريحة على المبرمجة نربط المبرمجة على الكمبيتر نروح إلى الدسكتوب على المبرمجة مرتبطة بالجهاز خلي نفتح برنامجة مبرمجة على الديفايز ونقل لها نجي ناخذ أي واحد من هذه الخيارات ونقل لها ريد بس قاعد نقرأ المعلومات مع للشريحة نخزن معلومات الشريحة على سطح المكتب خزننا الملف اللي على الشريحة نمسح الملف القديم صفر الشريحة من البايز ونفرغها من النظام هس الشريحة مهيئة لاستلام نظام بايز جديد فخلي نروح إلى الانترنت ونكتب موديل المذربورد قبل ما نروح خلي شوفكم موديل المذربورد تحت المايكروسكوب ونقوم برنامجة هذا موديل الجهاز مثل ما واضح أمامكم أخوان LA-C701P الخاص بالمذربورد هو 1.0 نجي نكتب بالجوجل وجه هنا بشكل مجاني على موقع الالي سالير ننزل تحت ندوس هنا طبعاً أكو عدة طرق لتحميل ملفات البايز أنا عندي اشتراك طبعاً بالفينيفيكس أقدر أحمله من الفينيفيكس أقدر أحمله من البايز على التليجرام ولكن خلي نستخدم هذا الملف نحمله ونخزن على صف المكتب بهذا الشكل نزلوا لدينا الملف نسد المتصفح نجي نستخرج الملف المقبوس بهذا الشكل لدينا ملفين ملف الأيسي وملف المين مثل ما واضح أمامكم هذا ملف الأيسي ما رح نحتاجه نحمله حذف هذا الملف اللي رح نتعامله إياه حجمه مثل ما شوفون ثمانية ميجا نسد نجي نفتح أو نرجع على برنامجه ونبرمجه ونقل له ونكتب حرف نجي نشوف هذا الملف اللي حملناه ونختاره ونقل له فتح ونقل له بروغرام بسال السوفتوير اللي حملناه قاعد يتبرمج على الشريحة من البايز قمنا ببرمجة شريحة بسوفتوير بدون باسورد حاليا نقدر أو خلين نجي نسوي نتأكد من سلامة الشريحة وأنه كل شي تمام تمام ننسد نجي نروح إلى وضع الهاند مرة أخرى وننتزع الشريحة ونركبها محلها شريحة البايز بعد ما قمنا بيعادة برمجتها نحن نجي نلحمها محلها برمجنا شريحة البايز خلينا نروح نرجع كارت الواي فاي محلها طبعا ننتزعنا كارت الواي فاي حتى نقرأ موديل البور خلينا نروح نجرب الجهاز سهويا خليكم متابعين شباب جبني الجهاز خلي ما ننسى ننتزع بطارية الرتي سي ونلامس أقطاب السوكت مالتها بيغطي الشكل خلي حاليا شغل الجهاز بسم الله خلي نطب لي أعدادة البايز عن طريق الـ F10 وفتحوا الآن البايز بدون أي شفرة مثل ما تشوفون أمامكم وبدون أي كود أو باسورد ولكن اللغة مثل ما تشوفون هي اللغة الصينية فخلي نروح نغير أعدادات البايز إلى اللغة هين أعدادة اللغة هاي أعدادة اللغة غيرناها إلى الإنجليش F10 Enter ندخل إلى البايز مرة أخرى وكل شي تمام مثل ما أعضح أمامكم بقعدنا شغلة وحدة تعودنا أنه ما نثق بملفات البايز اللي يعني نحصل عليها من النت فراح نبرمج الجهاز OverUSB بالسوفتور الأصلي عن طريق موديل اللابتوب اللي موجود بظهر اللابتوب اللي هو هذا عن طريق هذا الموديل راح نبحث بموقع الشركة وننزل ملف البايز الأصلي مع الجهاز ونبرمجها يا أما في بيئة ويندوز يا أما في بيئة بايز عن طريق الـ USB فالخيار باقي لكم كيفية إعادة برمج شريحة البايز راح تلقى الرابط مالتا على اليمنا وعلى اليسرى ما راح نكرر العملية والهن هنكون وصلنا للينات الفيديو إذا عجبكم الفيديو تنسونا من العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم بكل جديد قام يأكم سيفية دائم وقام يدعويتك فهم الله